موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كشك الصحافة الذي سنستعرض فيه كالمعتاد أبرز ما تناولته الصحافة اليمنية والعربية عن المشاهدين السياسي والعسكري في اليمن نبدأ هذه الجولة من موقع المصدر أولاين وتناول أبرز ما جاء فيه المكففون في مركز النور بصنعاء يطالبون الحوثيين بمغادرة المبنى عقب تعرضه لغارات جوية نقل الموقع عن البرلمان العربي بالقول تصريحات إيران بشأن اليمن أو بشأن تدخلها في اليمن مستفزة وعدائية أما في شأن السياسي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول إن الرياض ترحب بالهدنة وأن دول الخليج وضعت خططا لإعادة إعمار اليمن ركز الموقع على آخر تطورات المعارك التي شهدتها تعز ويقول الموقع في تفاصيل هذا الخبر قالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية بأن نحو 37 قتيلا من المسلحين الحوثيين قتلوا أو قوات صالح سقطوا أمس الأربعاء قتلى وجرحة في المعارك الدائرة بمدينة تعز وسط البلاد بحسب مصدر ميداني للمصدر أونلاين قال إن المعارك أفضت إلى سيطرة المقاومة على تبة الأرانب باتجاه البعرارة كما حرروا العديد من المواقع في الحصب وتبة الإريال ووصلوا إلى محيط شركة الشايباني وأتابع الموقع في التفاصيل وشن المقاومون هجمات مكثفة على مواقع الحوثيين في عدد من المواقع وسيطروا على مواقع مهمة في الجهة الغربية من المدينة في الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين الطرفين نذهب بكم مشاهدين إلى موقع نيوز يمن ونقرأ فيه الصراع في اليمن يجبر 2 مليون وما يقارب نصف المليون شخص على النزوح من منازلهم مع توقع الزيادة الوضع سوءا عنوان الموقع أيضا مجلس التعاون الخليجي يؤكد التزامه بمواصلة جهود إعمار أو إعمال الإغاثة للشعب اليمني نقل الموقع عن وزير الداخلية حسين عرب بالقول تم ضم 6300 من أفراد المقاومة الشعبية في وحدات الأمن ركز الموقع على موقف دول مجلس التعاون الخليجي وقال الموقع في هذا الخبر أكدت دول الخليج جمسكها بالحل السلمي للوضع في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وأعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم بالرياض إلزام دولهم بدعم ومساندة دول المجلس للحكومة اليمنية حتى استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات اليمنية والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وأشاد البيان بالجهود التي تبدلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية والجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني بوادر انفراج في اليمن تحت هذا العنوان كتب عبدالباري طاهر مقالا في موقع نيوز يمن ويقول فيه تتسارع الأحداث في اليمن بصورة داهشة ودراماتيكية هل كان تعيين الجنرال علي محسن مؤشر حرب أم سلم وقبلها هل خطابات صالح الأخيرة مؤشر ضعف أم قوة أم إعلان نفسه الطرف الأقوى هل لتوافق الأمريكان والروس على فرض الهدنة في سوريا على أثر الوضع في اليمن وهل لفوز الإصراحيين والمعتدلين في إيران أي أثر وهل لقرار الاتحاد الأوروبي غير الملزم بعدم بيع السلاح للسعودية أثر ما وهل للضغط الدولي والإعلامي والحقوقي ضدا على المملكة أثره أيضا وهل لتفكك الجبهات الداخلية المحاربة وتفكك دول التحالف أيضا أثره والأهم وقبل ذلك وبعده العجز عن حسم عسكري وتبدل المزاج ضدا على الحرب فكلها تصب في مجرى الانفراجة القادمة الالتقاء على الأطراف بين قبائل يمنية وسعودية وهما قبيلة واحدة مقسمة وبين وفد من أنصار الله وممثلين عن الحكومة السعودية حسب وكالات الأنباء مؤشر مهم ولكن أما كان الأولى أن يتزامن ذلك مع تصالح داخلي أما كان من الأولى فك الحصار عن تعز وإطلاق صراح المعتقلين والمخفيين قسريا وإيقاف القتال ولو من طرف واحد من قبل المعتدي طبعا أما كان من الأفضل عدم اتخاذ الأمر طابع التسابق بين طرفي الحرب صالح وأنصار الله وهل شعر أنصار الله بأن تعيين الجنرال محسن هو بمثابة فتح الباب أمام مصالحة قادمة بين رمزي الحروب صالح ومحسن وهو ما يعني الولوج للبوابة السعودية نتحول إلى موقع التغيير نت ونطالع في أخباره الرئيسية القوات الحكومية تقطع خط إمداد الميليشيا جنوب تعز ومركز الملك سلمان يمول مستشفاتها بـ 4500 أسطوانات أكسوجين كما عنوان الموقع قيادي حوثي يهاجم إيران ويطالبها بعدم التدخل في شؤون اليمن في عنوان آخر نائب الرئيس يوجه بسرعة التعاقد مع بعثة طبية لاستكمال علاج جرح الحرب وإلى تفاصيل خبر تصريحات وزير الخارجي عبد الملك المخلافي خلال مؤتمر وزراء خارجية مجلس تعاون الخليجي نقرأ في تفاصيل هذا الخبر أكد وزير الخارجي عبد الملك المخلافي أن اليمن كانت على وشك الوصول إلى وضع مستقر سياسيا وإنهاء مرحلة هامة في طريق الاستقرار السياسي وصياغة دستور جديد إلى أن الإنقلاب المدعوم من إيران جاء ليوقف كل ذلك وقال المخلافي في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع الدورة المئة وثمانية وثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قال إن الموقف الخليجي في اليمن جاء ليقف مع المصلحة العربية والأمن القومي العربي ويعبر عن وحدة النسيج والمصير العربي وأضاف أن عاصفة الحزم وإعادة اليمن ضد الإنقلاب الغاشم الذي سندته إيران أتى في لحظة تاريخية في الوقت المناسب وفقا لمعايير المصلحة العربية وليس لأي معيار آخر واخترنا من موقع الصحوة النت العديد من العنوين والأخبار منها سفير تركيا في اليمن يؤكد العمل من أجل إنهاء معاناة المدنيين في تعز جاء في الموقع أيضا وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي يبحث مع سفير اليابان إمكانية مساعدة اليمن بمعدات طبية عاجلة نقل الموقع عن وزير الخارجي السعودي أيضا عادل الجبير دول الخليج ملتزمة بجهود أعمال الإغاثة للشعب اليمني أما في الشان الحقوقي ركز الموقع على استمرار الميليشيا باختطاف الصحفيين في محافظة دمار ويقول هذا الخبر تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في محافظة دمار اختطاف الصحفيين عبدالله المنيفي وحسين العيسي لليوم الواحد والعشرين على التوالي دون تحديد مكان احتجازهم أو معرفة مصيرهم وقال مصدر مقرب من الصحفي عبدالله المنيفي إن ميليشيا الحوثي والمخلوع تزال مستمرة في إخفاء قريبه الصحفي عبدالله المنيفي وزميله حسين العيسي الذي اختطفتهما قبل واحد وعشرين يوما موضحا بأنهم لم يتمكنوا من زيارتهم لمعرفة أوضاعهم وأحوالهم في السجن نتيجة رفض الميليشيا الكشف عن مكان احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل معهم للإطمئنان عليهم وحضر المصدر المقرب من الصحفي المنيفي قيادة الميليشيا الحوثية بالمحافظة من التعرض لقريبه الصحفي المنيفي وزميله العيسي بأي أذن بعد أنباء عن تعرض معتقلين في سجون الميليشيا لتعذيب جسدي ونفسي محملان إياها المسئولية الكاملة على حياتهما أو عن أي أذن قد يطالهما خلال فترة احتجازهم لديها ونذهب أيضا إلى موقع يمن مونيتور ونستعرض أهم ما جاء في صفحة الرئيسية تفاقم أزمة المياه في جنوب اليمن وفي البيضاء مقتل طفل وجرح اثنين آخرين بنيران حوثية في قيفة رداع وسط اليمن أما في الشأن الإغاثي الإمارات ترسل طائرتين إغاثة إلى سكان جزيرة سقطرة ركز الموقع على تصريحات قائد عسكري يمني بشأن التدخلات الإيرانية جاء في تفاصيل هذا التصريح اعتبر قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء الروكن أحمد سيفا اليافعي أن التأمورات والتدمير والحرب التي تحدث في اليمن هو نشاط إيراني من أساسه تحاول من خلالها السيطرة على البحر الأحمر وقال اللواء اليافعي لصحيفة المدينة السعودية إن إيران عندما شعرت أن مضيق هرمز لا قيمة له في التجارة الدولية وهدفها الوصول إلى المحيط الواسع وبعد قيام المملكة بإنشاء خطوط نقل النفط والموانئ في البحر العربي أرادت إيران أن تصل وتتوسع إلى خليج عدن والمحيط الهندي وأكد أيضا أن حزب الله هو الآخر يعتبر خيطا من خيوط إيران في تدخلها السافر في اليمن نختتم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع وجاء فيه مصر توافق على استضافة لقاء موسع لقيادات حزب المؤتمر سينهي هيمنة صالحة في عدن هدوء حذر بمحيط قصر المعاشيق بعد مواجهة مسلحة عن هنا الموقع أيضا طيران التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع في العاصمة صنعاء وشرقها وركز الموقع على تفاصيل خرق الحوثيين للهدنة التي أعلنت مؤخرا على الحدود اليمنية السعودية ويقول الموقع أعلنت دفاع المدني السعودي سقوط جرحى مدنيين بينهم امرأة إثر مقذوفات عسكرية سقطت من داخل الأراضي اليمنية وأكد الدفاع المدني السعودي أن المقذوفات العسكرية تسببت في إصابة ثلاث مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى وفق ما نقلته صحيفة اليوم السعودية إذن مشاهدين بهذا القدر نكتفي من الصحافة اليمنية لهذا اليوم سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستعراض أبرز ما تناولت الصحافة العربية عدنا مجدداً مشاهدين لنطال عبرز ما قالته الصحافة العربية الصادر اليوم والتي تواصل متابعة تطورات السياسية بشأن ما يحدث في اليمن حيث قالت صحيفة القدس في أحد عنوينها تصاعد الخلافات بين صالح والقوتيين بعد التواصل إلى هدنة أحادية عبر الحدود مع السعودية قيادي في الجماعة يطالب إيران بالكف عن استغلال الأزمة تقول الصحيفة إن حدة الخلافات تسارعت بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين بعد أن أعلن التحالف العربي عن تهدئة على الحدود اليمنية السعودية بموجب اتفاق أحادي مع الحوثيين رأى صالح أنه موجه ضده وأعلن التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن عن إتمام عملية تبادل أسرى بين السعودية والمتمردين وأكد تجاوبه مع تهدئة حدودية في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع هذا النزاع قبل نحو عام وأقال مصدر سياسي رفيع للقدس العربي إن تقارب السعودية الحوثي والذي نتج عنه عملية تبادل أسرى والحديث عن مفاوضات سرية بين الجانبين يعطي مؤشرا قويا بأن عملية تفاوض موازية لمباحثات السلام بين الجانبين الحكومي اليمني وخلف الحوثي صالح أو حلف الحوثي صالح تسير بشكل غير معلن وقال مصدر دبلوماسي مطلع على مجريات التفاوض السعودية الحوثي للقدس العربي يبدو أن صالح شعر أن الحوثيين يطعنونه في الظهر ويخونونه عبر فتحهم لقناة تواصل سرية مع السعودية منذ وقت مبكر وضف أن صالح عندما وجد باب التواصل مع السعودية موصدا في وجهه اضطر إلى فتح ثلاث قنوات تواصل مع الدول الغربية لإقناعهم برغبته في إنهاء الحرب في اليمن مقابل ضمان خروج آمن له وإلغاء العقوبات الدولية ضده وضد أسرته إلى صحيفة الحياة لندرية والتي علقت في عنوان رئيسي لها التحالف يرحب بالتهدئة على الحدود وقالت الصحيفة أعلنت قيادة التحالف العربي أن شخصيات قابلية يمنية سعت لإيجاد حل أو لإيجاد حل من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للسعودية لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية إلى القرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات من جهة أخرى أكد المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري أن قيادة التحالف رحبت بخطوة القبائل لطلب التهدئة وقال في تصريحات لقناة العربية نقلتها صحيفة الحياة إن هناك تواصلاً مستمراً مع الأشخاص الذين بادروا إلى التهدئة لإيصال المساعدات وهم بعض شيوخ وأعيان القبائل في المناطق المحاذية للحدود السعودية وفي جانب المواجهة الميدانية تقول الصحيفة قوات المقاومة والجيش خاضت مواجهات ضارية مع الحوثيين وقوات صالح في المناطق الدحي والحصب غرب تعز أسفرت عن السيطرة على عدد من المواقع وسقوط العشرات من مقاتلية الحوثيين بين قتلى وجرح وفرار الباقين الطائفة أم الوطن تحت هذا العنوان كتب كمال عبداللطيف مقاله في العربية الجديد عن الانتماءات الضيقة وتقديمها على الانتماء إلى الوطن ويقول الكاتب لا أتصور أن أجل إبعاد الطائفة والطوائف من دوائر الصراع في مجتمعات المشرق العربي قريب ذلك أن استحضارها المتواصلة في أتون المناورات والحروب القائمة يتخذ في كل حين مظهرا جديدا حيث لا تجد الأطراف المتصارعة صعوبة لا في تسويغ عمليات الاستحضار ولا في أشكال التوظيف التي تعلنها المرتات والأخرى كما أنها لا ترى أي حرج في جعل الطوائف وصائطة وأطرافا تقوم بالحرب بالوكالة نيابة عن من يعنيهم أمرها كما تقوم بها بالتكليف المباشر لم أقتنع يوان بمبدأ استحضار منطق الطائفة ومنحه الأسبقية على منطق الدولة والوطن على الرغم من كل الأشكال الحربائية الملونة التي تتخذها بعض الطوائف من أجل أن تمنح نفسها صفة بديل البدائل ويمنحها المنافحون لها ولنوعية استحضارها على الرغم من وعيهم تناقض مضمونها مع مبادئهم وقيمهم السياسية والتاريخية بل كنت دائما أتصور أن المنطق الذي يؤسس لظاهرة الطائفة والطوائف وما يماثلها من ظواهر محكومة بسياقات أصبحت اليوم جزءا من تاريخ ولا من قبيل القبيلة وشجرة النسب الشيخ والمريدين المذهب والأتباع فهذه المفردات بحمولتها التاريخية تستوعب آلية في النظر سابقة على منطق الدولة وتنظيمات المجتمع الحديث ذلك أن الحجر الأساس في الدعوة إلى الطائفة والقبيلة والزاوية ومختلف الدوائر الاجتماعية والتعبيرات الثقافية المتصلة بها لا يمكن إدراجه ضمن آلية التعاقد الحر والإرادي بل إن أسسه تعتمد الجدر الدموية والعقيدة المطلقة والنقية والمهدية المنتظر وهي مبادئ ترتبط بعقائد وتصورات لم تعد قادرة على التلاؤم مع تحولات التاريخ الحديث ومكاسبه في جريانه المتواصل إذن ننتقل إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي ترى أن صوت السياسة أصبح مسموعاً وضفت الصحيفة على صوت السياسة على أزيز المعارك في اليمن أمس حيث تسارعت التطورات الخاصة باليمن بصورة دراماتيكية غير مسبوقة وعلى أكثر من محور وتفيد البيان بعد ساعات من الإعلان عن تهدئة شاملة على الحدود السعودية اليمنية إثرى وساطة قابلية ومبادرة حوثية بإطلاق سراح معتقل سعودي وسماح التحالف العربي بإدخال مساعدات إلى صعدة عبر منفذ علب الحدودي برز موقف غير مسبوق عن قيادي حوثي يدعو فيه إيران إلى السكوت والكف عن المزايدة والاستغلال في الملف اليمني وأكدت مصادر سياسية رفعة في اليمن للصحيفة الإماراتية أن الانقلابيين أبلغوا المبعوث الدولي الخاص باليمن موافقتهم على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وأن جولة المحادثات المقبلة ستكون قبل نهاية شهر الجاري بالتزامن والاتفاق على تهدئة الأوضاع في الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة وقالت هذه المصادر إن الهدوء يسود منطقة الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية إثرى وساطة قابلية قادها عدد من زعماء القبائل اليمنية لدى المملكة تم خلالها الاتفاق على التهدئة وحسب ما ذكرته المصادر فإن تطورات الميدانية ووصول قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى مشارف صنعاء كانت الفاعل الرئيس في جعل الانقلابيين يطلبون الوساطة مع المملكة إلى صحيفة الخليج والتي تناولت العديد من الموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وعنونة عقيد في الجيش اليمني صالح فشل في استمالة عدد من القبائل تقول الصحيفة أكد العقيد عبد الكريم أحمد علي الشرعي في الجيش الوطني بجبهة نهم أن قوات التحالف العربي عززت إمكانيات وقدرات الجيش الوطني التسليحية معتبرا أن الجيش الوطني ساعد من استعدادته لتحقيق الحسم العسكري والتسريعي بتحرير صنعاء أشار إلى أن كافة المشايخ والوجهات القفلية المؤثرة في مناطق محيط صنعاء أبدت استعدادها لدعم قوات الجيش الوطني في محيط صنعاء منوها إلى أن الرئيس السابق صالح فشل في استمالة عدد من القبائل في مناطق خمدان وبني مطر وبني حشيش حيث رفضت العديد من القبائل استقبال ممثلين لصالح وعلمت الخليج من مصادر موثوقة أن قيادة قوات الجيش الوطني نجحت في التوصل لاتفاق مع عدد كبير من الوجهات القبلية في محافظة سعداء المعقل الرئيسي للحوثيين بالوقوف مع الشرعية وتسليم المحافظة طوعيا ومنع الحوثيين من مواصلة اتخاذ بعض المواقع الحدودية المتاخمة للسعودية كمناطق لإطلاق مصادر النيران إلى صحيفة الشرق الأوسط اهتمت بجانب معاناة اليمنيين وعلقت في أحد عنوينها اليمن معاناة واسعة الانتشار وعدد محدود من اللاجئين تسرد صحيفة الشرق الأوسط معاناة اليمنيين من خلال معاناة فتاتين يمنيتين إحدهن في صنعاء والأخرى في عدن تدرك الفتاتين أنهما من المحظوظين نسبيا فلم يصل الأمر بهما إلى حد التدور جوعا كما أن الدمار لم يصبيت أي منهما بالإضافة إلى نجاتهما من تفجيرات القنابل وطلقات الرصاص دون أن يصيبهما أذى لكن الاثنتين تتوقان للهروب من الصراع الذي دفع بوطنهما إلى هاوية سحيقة لا ترى أي منهما سبيلا للخروج منها وقالت إحدهن واسمها نسمة العذابي ذات الواحد والعشرين عاما وطالبة الهندسة في مدينة عدن الجنوبية لا أريد أن أضيع حياتي في حلم وتبحث نسمة عن منحة دراسية لتكون بمثابة جواز سفرها إلى ملاذ آمن في أوروبا لكنها تضيف لا أرغب عن الرحيل أو في الرحيل عن اليمن والعيش كلاجئة أما خلود العبس والتي خسرت وظيفتها في شركة للخدمات النفطية في صنعاء أواخر العام الماضي قالت تشعرك أن الموت يترصدك في كل مكان على الأرض الحوثيون والسيارات الملغومة والتفجيرات والاشتباكات تشعرك أن أرواح اليمنيين أصبحت رخيصة جدا وها نحن بعد ثلاثين قرنا كما نحن لم نتعلم أو لم يتعلم أحد تحت هذا العنوان كتب إبراهيم نصر الله مقاله في القدس العربي ويقول الكاتب في عام 1953 نشر الكاتب الأمريكي راي برادبيري روايته 451 فهرنهايت التي ستغدو واحدة من أشهر الكتب التي أطلت على المستقبل بعمق شديد وبصيرة استثنائية في قدرتها على رسم حاضرنا اليوم بطريقة فنية فذة ونستطيع القول إن برادبيري الذي كتب هذه الرواية التي تستمد اسمها من درجة الحرارة التي تبدأ فيها الكتب بالاحتراق واحد من أفضل الكتاب الذين خطوا أسلوبا فريدا وأوجدوا حساسيات ومعالجات لامعة في الأدب استطاعوا من خلالها سبر أغوار الإنسان وكوكبه الصغير هذا وكذلك سبر أعالي مستقبل مصيرنا البشري الذي سنكون فيه مضطرين للرحيل إلى كواكب أخرى لا تسعى هذه الكتابة إلى أن تكون قراءة في أعماله بل هي محاولة للإشارة إلى عدد من القضايا الكبرى التي طرحها برادبيري قبل حوالي سبعين عاما وباتت تشكل اليوم المظهر الأكثر تأثيرا في حياتنا المعاصرة حتى أن المرأة يحس أحيانا أن برادبيري كان هنا في زماننا هذا حين كتب 451 فيهرنهايت التي تحولت إلى فيلم شهير أيضا قبل عقود سياسيا يديشك أن هذا الكاتب يتحدث في العام 1953 عن السؤال الأكثر شهرة في مسار السياسة الأمريكية ذلك السؤال الذي طرحه ذات يوم جورج بوش ولم تزل أصداؤه تتكرر ونعني به لماذا يكرهوننا؟ إذن مشاهدين لم يتبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وبهذا نختتم حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة